المترجم للقناة وتخالف هذه الممارسات العدائية جميع الاتفاقيات الدولية وهذا ما يضع النظام القطري تحت طائلة المساءلة القانونية عداء وإذاء موجه وممنهج ومتعمد ذلك ديدن قطر في حق البحرين لسنوات من الزمن سنوات من الاستهداف والتآمر لم يتبدل حالها مع مرور الوقت ولم تكف قطر أذاها عن البحرين غير معتبرة بحق الشقيق بالشقيق أو الجار بالجار على الأقل ليس العبث القطري بأمن واستغرار البحرين وممارساتها غير المشروعة ليست وليدة أحداث 2011 إنما هي ممتدة لأكثر من عشرين عاما ففي عام 1986 أنزلت قطر قوات عسكرية في جزيرة فشت الديبل البحرينية واحتجزت العمال هناك وفي عام 1991 تجاوزت قطر وساطة السعودية وذهبت منفريدة إلى محكمة العدل الدولية في محاولة لانتزاع أراضي بحرينية وفي عام 1992 قررت قطر تمديد مياهها الإقليمية لتستولي على الجزر الواقعة ضمن سيادة البحرين أما في عام 2011 فكان المشروع الأكبر عندما دعمت قطر بكل ما أوتيت من مال ومنابر أعلامية عناصر إرهابية بهدف قلب نظام الحكم الشرعي وهذا ما تثبته مكالمة مهندس الفوضى حمد بن جاسم بالمدعو علي سلمان هذه المكالمة التي اجتمعت فيها كل أركان جريمة التخابر كما حل لها الخبراء التخابر والتآمر على قلب نظام الحكم وتغيير شكل الحكومات الحالية التي ارتضاها الشعب وتغيير أو قلب الدستور ذاته في مملكة البحرين الشقيقة أو في أي دولة في العالم تنعقد جريمة قلب نظام الحكم وإن لم تتحقق على الأرض وإن لم يحدث ذلك الخطر الداهم والضرر المباشر بمملكة البحرين أي أن مجرد الاتفاق المنعقد ما بين جاسم وعلي سلمان أو التحريض أو الدعوة لقلب نظام الحكم هذه الأفعال الإجرامي الثلاث المؤثمة بموجب كافة التشريعات الجنائية الوطنية التي تحذر هذه الجرائم الموجهة ضد أمن الدول سواء من الداخل أو الخارج إن عقدت الجريمة خسائر جسيمة ألحقتها الممارسات القطرية بالبحرين ما يعطيها كل الحق بملاحقة النظام القطري قانونيا والمطالبة بمحاسبته وعادة الحق إلى نصابه ودفع التعويضات ولا يقتصر الأمر على البحرين بل إنه حق شرعي لكل الدول التي تضررت نتيجة السياسات القطرية الهدامة علي الدول الأربعة إعداد ملف شامل متكامل ولكن ملف قانوني وهذا الملف يثبت بأدلة دمغة بأن الممارسات والأفعال الإرهابية القطرية تهدد السلم والأمن الدوليين وأنا شخصيا لا أعتقد أن الدول الأربعة ستبذل جهدا كبيرا لأن الأدلة الثبوتية الدامغة موجودة لدى أضابير وأرشيف والسجلات الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية تحديدا وهي الأدلة التي استندت إليها الدول الأربعة في مطلبها الأول من أمارة قطر بشأن تسليمي وتجريمي الجماعات والأشخاص والكينات الإرهابية عين الشمس لا تغطى بغربال أدلة دامغة أسقطت الأقنعة وهي كفيلة بأن تدين قطر أمام محكمة الجنائية الدولية كما أن المصلحة العليا للبحرين وللدول الداعية لمكافحة الإرهاب تقتضي ردع الإرهاب القطري دوليا لا بل إنه من مصلحة العالم العربي الذي مزقته نزاعات الجماعات المتطرفة المدعومة قطرية ترجمة نانسي قنقر